مرحبا شو بعمل إذا بدي أعرف إذا العصل طبيعي أو مخشوش؟ هالسؤال كنت رح نعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالLBCI وأنتوا صوتتوا على الإجابات التالية بدوي بالعصل بالماء بعرض العصل للحرارة المرتفعة باستخدم عود الكابريت ولا خيار من هالاحتمالات شو الصح وشو الغلط من بين الإجابات اللي صوتتوا عليها؟ الإجابة الصحيحة هي ولا خيار من هالاحتمالات لأنه أول شي العصل هو منتج متغير ومش ثابت وتاني شي صار العصل المخشوش واللي دخله إضافات بتركيبته قريب كتير على العصل الطبيعي ولهيك الإختصاصيين بعلم النحل والعصل بقدموا لك عن نصايح بلا معالمية لازم تعرف أنه لما بيتبلور العصل وبيصير سميك مش يعني دخله سكر أو إضافات وسبب التبلور هو تعرض العصل لحرارة أقل من 20 درجة الأمر اللي بيخلى الجليكوز اللي فيه يتجمد وهيدا أمر طبيعي وكرميل تتأكد من الجودة تباع دايماً هالخطوات أولاً اشتري العصل من نحال عندك سقة فيه وبتعرف بأي منطقة موجود المنحل طبعه اثنان اسأل النحال عن نوع العصل ومن أي زهرة وتاريخ الإنتاج وقارن هالأمور مع بعضها لتتأكد أنه العصل طبيعي الثلاثة خود عينة من العصل على المختبر لتتأكد من مكوناته وجودته وحتى إذا هالعصل معرض للحرارة ومتأكسد بلا العلمية قدم لك نصايح الاختصاصيين بهالمجال ولتريح راسك اتعرف على نحال بتوسق فيه وبإنتاجه ودايماً اشتري العصل منه اشتركوا في القناة